أشهد ممثل منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونساف في مصر جارمي هوبكنز بإطلاق مصر استراتيجية جديدة بمشاركة الشباب لمواجهة التغيرات المناخية كما أشهد ممثل اليونساف بزيادة الوعي في مصر بأهمية العمل بشأن تغير المناخ على الصعيدين المحلي والعالمي وأكد هوبكنز أن حلول يونساف فيما يتعلق بتغيرات المناخية والتي تم عرضها في مؤتمر المناخ العالمي بشارم الشيخ كوب 27 تتمثل في مشاركة الشباب والأطفال في المناقشات الفعالة مثمنا تعهد مصر بإدماج تغير المناخ في سياسات التنمية الوطنية وبتحولها للأخضر عبر رؤية 20-30 واستراتيجية التنمية المستدامة وأوضح المسؤول الأممي أن مشاركة يونساف مصر في الدورة 27 لقمة المناخ جاءت لضمان الاعتراف بأزمة المناخ على أنها أزمة للأطفال والنشأ والشباب وحقوقهم ولتعزيز مناهج تقليل مخاطر المناخ لأولئك الأكثر احتياجا